اشتركوا في القناة 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 اولا هذه مدينة اصبحت مدينة رمز في تونس وهو رمزية مقاومة الارهاب وهي رمزية ليست سهلة والدولة يعني كي قالت رانبش نجاو ونقوم بوجبنا مع اهالي هذه المنطقة و اهالي هذه الربوع ليس فقط لانهم مناطق بطبيعتها ذات تمييز ايجابي بل ايضا لانها منطقة دافعت على تونس وقت شدة وبأس الدولة قاعدة تتنفذ التزامات وانا شخصيا ربما في طر التزام الحكومة الوحدة الوطنية والسيد رئيس الحكومة بتكليف متابعة القرارات زورة الولاية هذه اكثر مرة واكثر من وزير بشجيل الولاية هذه وموعدنا به في عمومه دخل حيث التنفيذ فيه الانتهاكي من المرنامج هذي اليوم الحاذر والدشنات وفيه اللي هو في طور التنفيذ الوناس رغم نعرف حنكم برشا قلق في الطرقات ولكن مشروع التطهير ضروري المنطقة الصناعية اللي عم نول انطقة تلاشغال في سبعة مارس الان نسبت لايجاز فيت تسعين في المياه نسبة الانجاز سبعة مارس تكون وافية منتهية وطريق السيارة قريب توفا المنطقة اللوجستية تقدمت والارض ستلمها والشركة تكونت والدولة رصدت الاعتماد لمدها بكل انكانيات ايضا يعني المركز الخيل اللي هو رصدت كل اعتماداته في 2018 يعني كل من التزم المسلخ ايضا يعني ورصدت اعتماداته كاملة وتنطلق فيها الشغال في شهر مارس يعني كل التي الالتزامات شهداء عوائل الشهداء وهذا هام جدا تم تشغيلهم واسكانهم والرعاية بهم رعاية تنتامة بالتالي أنا نقول اللي حكومة الوحدة الوطنية وقت جات في سبع مارس جفت وقالت راي باش نكونوا قراب للاهالي هذه المنطقة والمواطني هذه المنطقة وفت بالتزامها وستوفي بالالتزامات القادمة وان شاء الله سبع مارس يصبح لا فقط يوم وطني لمقاونة الارهاب بل يوم عالمي لمقاونة الارهاب سيد وزير هناك من خص المركب الثقافي ورياضي مدينة بن جردان وين مسلت المركب الثقافي ورياضي مدينة بن جردان اللي هو معناها في طور معناها اعتمادته ورصدت في طور الدراسة والتنفيذ بالتالي أيضا هذا موضوع خذر طريقه هناك وعد سابق ان الانطلاقة ستكون خلال شهر مارس حول الله من خص المركب الثقافي قدر الله لش لا أنا من بارع كنا في جلسة في المجلس الجاوي لا مش لسيا مركب الثقافي اللي هو معناها اعتقد الدراسات وظهر لأبال دوفر وقع في الزيتوت تم في في فيفر هزايا أنا أتأكد أنه بحول الله ستنطلق خلال شهر مارس قدر الله أنا وزير أنا ملاكي عقارية يعني